رسالة عجلة بصوت العراقيين في الهند خوفاً وحضراً من الوقوع في كورونا الهندي الذي طور ذاته ليصبح من أخطر السلالات المتحورة للفيروس التجي الناشد السيد رئيس الوزراء والسيد وزير النقل مناشدة ومساعدة عاجلة ينطق بها أبناء الجالية العراقية بعد أن أصبحت مستشفيات الهند تتسابق فيها أعداد ضحايا من إصابات ووفيات حطمت الأرقام القياسية في العالم النداء الذي وصل إلى سلطة الطيران المدني لم يصع في الجهات الرسمية أن تتخذ أي إجراء حالي تجاهه بعد أن صرحت السلطة على اللسان متحدثها أن رحلات الجوية معلقة مع الهند لالتزامها بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إذن وفي الوقت الضائع يشعر العراقيون في الهند أنهم في ظرف لا يحصدون عليه ما بين ظروف مادية من جهة ومن وباء حول الهند إلى بؤرة من أخطر الدول التي ارتفعت فيها أعداد الإصابات بالفيروس التجهي فيما هي التي تصدر للعالم اليوم أخطر فيروس المتحور ولكن العراق يلتزم بحماية من على أراضيه بمنع دخول كورونا الهندية أما هؤلاء فالحلول الآن متوقفة إلى أن تتواجد الطريقة الآمنا لضمان سلامتهم وسلامة وصولهم بعيدا عن أي إجراءات قد تفاقم الكارثة الصحية من جديد وأي إنسان بيغير بالعراق أنه يرحمنا ويرحم حاننا فلوسنا خلصت حوالات مسدودة حضرت تجوال إن فلاد قريد فلوس